تلقى رئيس عبد الفتح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغري رومين رديف تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهد العلاقات في السنوات الأخيرة ودفع التعاون إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات خاصة لاقتصاد والتجارة والطاقة ما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع بالشرق الأوسط وقطع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكدا ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري كما أوضح الرئيس السيسي أهمية اطلع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل دولتين محذرا من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهين الاحتمالات توسع الحرب إقليميا وما قد ينتج عنه من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة من جانبه ثمن الرئيس البلغرية البهودة المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية مؤكدا حرصه على استمرار التنصيق والتشاور مع سيد الرئيس بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسلم بالمنطقة